للأدب جمهور كبير متعطش بمجالسه وحواراته وهذا الجمهور هو الذي من أجله قررت قناة الثقافية أن تدخل بالشراكة مع مايكس في إنتاج وعرض بودكاست أسمار للمشاهد السعودي والعربي وذلك عبر القناة الثقافية والتي ستبدأ في بثه ابتداء من السبت القادم الساعة السادسة مساء البودكاست من تقديم عبدالله عنزي وحمود الصاهود وفيصل الشهراني وقدم حتى الآن عشرة حلقات حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة وكان من بعض المواضيع التي تناولها البرنامج الشعراء العشاق وشعر الحماسة والأندولوسيات وتحدث كذلك عن أبي فراس الحمداني ومواضيع شعرية مختلفة زميلي أصيل قابل فريق بودكاست أسمار وعد لنا هذا التقرير حكتني قلت لك مات كثير كما مات عكرمة مولى بن عباس في يوم من واحد اجتمعت قريش في جنازة كثير يا أخي أم الله أم الله استعب 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 الله يا عجيب هذا مثل بينا يوم الجنائز صباح مروية موت العباس بن الأحنف أنه مات هو والزجاجي وأسحاق الموصري بيوم واحد يعني هو فكرة السمر والشوهو الحديث اللي يكون آخر الليل والشعر والأدب والقصص جمالها دائما في آخر الليل مرحولة كانت عبارة استضافات كل حلقة جيب ضيف يعني حاولت أن نقدم الشعر دائما البرامج اللي تقدم الشعر تكون رسمية مرة ما هي أول قصيدة بدك أتبتها يعني أسئلة خلنا نقول فعلا تشعرون اللي وراها مو بشخص متخصص أو هاوي للشعر فهذا اللي خلتني أنا كشاعر أصلا ننفر من البرامج اللي ما نقرب لها كثير أصلا تعتقد أنه ما تطلعك بأفضل شكل فرحت الضيوف أنا أعتقدهم كبار يعني بديت هوا حلقة جانسة مصحية محمد يعقوب سلطان سبعا كانت هو فاز بميل الشعر يعني اسمها شعراء كبار بس ما كانت أجل اسمها قلت لان رح سألك عن كذا وكذا 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 فيتحمس يقولوا فعلا أول مرة اللقاء يكون بالشكل هذا فبالله الحمد لله موسم الأول والثاني والثالث والرابع كان كلها استضافات طلعنا 45 حلقة مع 45 شاعر وديب من المملكة وخارج المملكة حتى يعني أنا فخورا نطلع معنا في أسمار أكبر شعراء على المستواطن العربي الأمر الثاني نحن أمة يعني تقدس الكلمة ومعجزتها القرآن كلام الله عز وجل والعرب يتأثرون بالكلمة فتقوم من أجلها الحروب وتنطفى الحروب أيضا من أجل الكلمة وليس لأمة من الأمم كما للعرب في مادة الشعر وهذا ليس كلام العربي المتعصب للغته وثقافته بل شهادة الغرب ودورنت في قصة الحضارة ذكر هذا بالحرف الواحد فنحن لنا تراث عظيم جدا وصراحة أنا ما كنت متوقع له القبول هذا عند الناس وأنه سينزل منهم هذه المنزلة لكن اكتشفت لحظتها أن فيه عطش وفيه مجال لم يعبى بهذا المجال وحاولنا أن نكون بسطاء نقرب الأدب والشعر العربي إلى الناس يمكن الناس يحبون أن يشوفوا ناس يتحاور أكثر من شخص قاعد يتكلم فجاء التطوير الثالث للمحتوى الموسم الخامس الأخير أنه يصيرون ثلاثة حمود وفيصل أصدقاء يعني يمكن ما كان بينهم علاقة قبل بينهم هم شخصية أنا كنت عارف حمود وعرف فيصل دكتور فيصل فكلمتهم وجمعتهم يعني قلت لهم عندي الفكرة هادي ش رأيكم فالحمد الله لقيت قبول وبدأنا بهذا الشكل اللي أنا عارف أنه رح ينتشر ويحبونها الناس لأنه أقرب للعفوية البساطة ثلاث شباب جالسين كأنهم في مقهى يسولفون في موضوع فتلقائنا نروح نستطرد أحيانا نتكلم عن أشياء شخصية ما نكون محضرين تحضير كبير وإنت شو بتقول وإنت شو بتقول فتلقائنا وسط الحلقة نتاوش أحيانا وحاولنا يعني نبسط نقربه إلى الناس ليس بمعنى أن نبسط الأدب بالمجمل لكن نقربه إلى الناس بأسلوب لطيف جميل شباب يتناقشون في الأدب ويتحاورون به يعني هذه كانت الفكرة ينزل الأدب والشهر من برجه العاجي إلى عامة الناس يعني لأسف كان فيه تصور وأدب ما ينفع يقال إلا بشمق جالس محترم كده يعني ممكن أن يجتمع شعراء وأدباء لا يعرف كل واحد منهم الآخر ومع ذلك ستكون بينهم نوع من الكيمياء ونوع من التواصل الجميل ومتفائل إن شاء الله أنه يستمر بالذات مع النقلة النوعية الجديدة إن شاء الله في القناة الثقافية يمكن هذا من الدول القناة الثقافية اللي كنا نسمع عنها والآن لمسناها أنه تتبنى صلناع المحتوى اللي عندهم شيء يقدمونه وأعتبر هذا شيء يعني يشكرون عليه فعلا هذا يثبت أن البرنامج فيه طريق يعني أنه تصاعدي وأنه يعني سينتقل نقلة نوعية متى ما أحسست أننا لن نضيف شيئا يعني بهذه الصورة ولا يتطور البرنامج سيكون يعني يفقد أهميته هذا الدليل أنه ماشي في نسق تصاعدي فعنا كل حلقة صراحة تنزل من أسمار يعني أشعر مني كان الحلقة الأولى تلقاني غرد عنها كثير وصلف عنها كثير وأشوفها مرتين ثالثة قبل لا تنشر وبعد ما تنشر أشوفها حتى عالي في البيت أصيل وسمر يعني يعني عمارهم سبعة وعشرة ومع ذلك قاعد يشوفون الحلقات ما يعني قاعد أحاول أنه يعني أحسس أن هذا واحد من العائلة لازم نتكيف الشيء هذا أسمعي الله الروم وحب الحبيب لهذا والله أبي حمود